على اسم مصر التاريخ يقدر يقول مشاء هي الحضارة والعمارة هي العراقة والريادة في الأرض كالجبل كالهرم وفي السماء للذرة وللقمم هي مصر التي تعيد صناعة التاريخ وتباهي العالم بملوكها وملكاتها في رحلة ذهبية حظيت بمتابعة دولية واسعة ووجود أكثر من أربعمائة كاميرا ومصور مصري وأجنبي لنقل الحدث الفريد انطلق موكب نقل المميوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير بقلب القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفستاط موكب تاريخي نقل 22 ممياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسر من 17 إلى 20 من بينها 18 ممياء لملوك وأربع مميوات لملكات مرت برحلات طويلة منذ دفن أصحابها إلى أن وصلت إلى مقر عرضها الدائم بعد رحلة أخيرة تقدمها الملك سقن راع الذي قاد الحرب ضد الهكسوس هنا وصل الملوك والملكات هنا يسير الحفيد واثق الخطى لاستقبال أجداده بعدما مهد لهم مكان إقامتهم الدائم هنا انتهت الرحلة وبدأ عهد جديد حيث ستصبح هذه المميوات الملكية هي البطل الرئيس لمتحف الحضارة حيث ستعرض داخل صندوق حديثة مزودة بتقنيات لضبط درجة الحرارة ومستوى الرطوبة أكثر تقدما من تلك الموجودة في المتحف القديم كما ستعرض كل منها منفردة إلى جانب التابوت الخاص بها مع نبدة تعريفية عن كل ملك وكل القطع الأثرية المرتبطة به انتهت الرحلة ربما رحلة المميوات بالتأكيد لكن رحلة مصر مع التاريخ مستمرة وستظل كما هي تبهر العالم الذي يقف عاجزا أمام حضارتها يسأل ويتساءل من أين لها هذا ثم يتذكر أن مصر جاءت أولا ثم جاءت تاريخ